اشتركوا في القناة نقش مجلس الشورى في جلسته الخامسة عشر تقرير لجنة الخدمات حول المرسوم بقانون بشأن تنظيم سوق العمل وذلك بحضور سعادة سيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية ويهدف المرسوم بقانون الى فصل مهمة وضع الخطة الوطنية لسوق العمل التي تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة لتشغيل العملات الوطنية والاجنبية عن مهمة تنفيذها وذلك بإنطة مهمة وضعها الى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل على ان تكون مدة الخطة اربع سنوات بدلا من سنتين وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون واتم اخذ الرأي النهائي بشأنه في ذات الجلسة المرسوم بقانون تمت الموافقة عليه بالاجماع لانه في الواقع جاء في صالح العمالة الوطنية كما انه يمدد فترة الخطة لسوق العمل بدلا من سنتين الى اربع سنوات في هذه الحالة هذه الاربع سنوات تكون كافية لاعداد الخطط وايضا لمعرفة النجاحات والاخفاقات من اجل تلافيها كما بحث المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون بتعديل بعض احكام القانون في شأن تنظيم مزاولة المهنة الهندسية لرفع مستوى المهن الهندسية وخلق فرص عمل جديدة للمهندسين البحرينيين واسد النقص الذي يعانيه السوق عبر تسهيل الاجراءات والمتطلبات لإصدار الترخيص في مختلف التخصصات وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون وتم اخذ الرأي النهائي بشأنه في ذات الجلسة اليوم مجلس الشورى ناقش مرسوم بقانون بشأن تعديل احكام المرسوم رقم 51 لسنة 2014 بشأن مزاولة المهن الهندسية أبرز ما جاء في المرسوم أن يسمح لهذه المكاتب الهندسية أن تتحول إلى شركات تجارية أما أن تكون شركات تجارية فردية أو تكون شركات تجارية مشتركة مساهمة بحيث يدير هذه المؤسسات أو المكاتب الهندسية لا بد أن يكون مهندس يعمل في هذا القطاع بخبرة كافية وحائز على تخصص في مجال الهندسة التي يحددها عمل هذا المكتب أيضا المرسوم أتاح للمكاتب الهندسية في استمرار عملها في حال توفى صاحب هذا المكتب الهندسي المرسوم كذلك غلظ من العقوبات في حالة مخالفة اللوائح والأنظمة التي تتعلق بمهنة الهندسة والإنشاء وأتاح لمجلس مزاولة المهن الهندسية مزيدا من الحرية والاستقلال في وضع الأنظمة وآداب مهنة الهندسة فيما قرر المجلس في ختام الجلسة الموافقة على توصية لجنة الخدمات بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب وذلك بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموافقة على تعديل المرسومين بقانون في الجلسة الخميسة عشر لمجلس الشورى أتى بهدف تنظيم سوق العمل وتنفيذ الخطط الاقتصادية والاجتماعية ولرفع مستوى المهن الهندسية في مملكة البحرين تمشيا مع المسيرة التنموية في المملكة شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين